اشتركوا في القناة الكل يستفيد ويستمتع من خلال هذه الرحلة البعض الآخر في عنده شيء ما يسمى بيفوبيت الطائرة والمطبات الهوائية علشان شديد اليوم ضيفنا الكابتن الطيار المدرب الاستاذ يعقوب النجار حياك الله ويانا الله يحييك وخليك ويا عبدالله ومنورنا داخل السيديو الله يسلمك احنا من عشاق كابتن الطائرة دائما الحمد لله خصوصا لما تكون الرحلة ممتعة ودائما يتمنى كابتن الطائرة انها تكون هذه الرحلة ممتعة للجميع دائما ساذ يعقوب في البداية نبي نتكلم عن شيء مهم جدا واللي اهوى وسائل الامن في الطائرة وسائل الامن في الطائرة من معدات امنية موجودة على الطائرة معدات السلامة موجودة على الطائرة طبعا الطائرة قبلها تسلم الى الكابتن او طاقم الطيران الجهة الفنية اللي هم المهندسين يشيكون الطيارة بالكامل يتأكدون من سلامتها وامانها المحركات الاجهزة الضغط اجهزة الكهرباء اجهزة النيماتيك الهيدروليكية الاجهزة الملاحية يتأكدون ان كلها حسب مواصفات دولية حسب الطيران المدني نعم الموافقات اللي عليها فيوقعوا الكتاب احنا نسميه تكنيكال لوق او الكتاب الفني ويسلم لقائد الطائرة وقائد الطائرة بيبلش وهو يبدي تشيك طيارته بحيث انه يتأكد كل الاجهزة الفنية الموجودة عندها الملاحية والفنية واللي يتشغل الطائرة كل الاجهزة الملاحية والمهركات والجهاز الهيدروليكي والنيماتيكس والكهرباء انها تعمل بسلام ممتاز وبعدين مهمة الطاقم الضيافة الخلفية يكون كل اجهزة السلامة داخل الطائرة ان كلها افتو ديت كل المعلومات اللي يكون عند كابتن الطائرة حتى الركاب ان كان فيه تأخير في راكب او راكب موجود كابتن طائرة على طول فيه اتصال قسم الحركة يبلغون الكابتن طرح فيه تأخير فيه ترانزيت فيه ركاب جاي من المحطة الفلانية متأخذ الطيارة او جاي من الشركة الفلانية او فيه ركاب ليحل الموصلوا فالكابتن عنده درائب كل مواضيع نسميها نجيب الركاب للطيارة أنا أبدأش لك بعدين على أسئلة الناس والمخاوف اللي تحوشهم والمطباط هل يخليها على جميعين بالطريج فتابعونا وشوفوا الأسئلة اللي احنا كلنا محاضرينها اللي دائما ندور بهن أي متابع أو واحد راية يسافر تحديدا لكن معلومة أنا بنتعرف صح ولا لأ شطارة كابتن الطائرة بالإقلاع والهبوط ومسؤوليتها فالطائرة هي الإقلاع والهبوط لا بالنسبة لأننا في عالم الطيران شطارة القائد الطائرة والمساعد اللي هو إياه أثنين مدربين بمستوى عالي جيد وممتاز ويمتحنون كل ستشهر لأن عمر الليسن الطيران ستشهر ينتهي فلازم تعمل امتحان والاختبار هذا كل ستشهر كل ستشهر إذا أنت عندك ليسن طائرة لازم تمتحن تجدد شون بمتحان تجدد باختبار بقى تودية للجهاز التشبيهي اللي احنا نسميه سيميليتر في الفلايت سيميليتر يقعد يختبر على الطوارئ كلها تطفي عليه انجينز تحرق عليه انجينز تخرب عليه الجهاز الكهربائي الجهاز العجلات الفلايت كنترول اللي هو اللي تحكم بالأجنح بعيد الشر لا تخوفنا ايه لا هذا احنا يدرب عليها ولازم يثبت أنه يقدر يتصرف إذا اختربت نعم بالنهاية إذا خلص والجميع ما شاء الله عليهم مستواتب جدا عالية دين الكابت المدرب يوقع له له سنة يقول له فالمخاوف هذه أو شغل الطيار من الكابتن مع المساعد تبلش من حين حضوره إلى قسم الترحيل في الشركة يبدي يشيك الأوراق يشيك الأرصاد الجوية يشيك المطار نفسه اللي طالح منه اللي ينازل فيه المطارات الاحتياط اللي إذا سبحان الله ما قدر ينزل المطار الرئيسي ممزل في مطار آخر فيتأكد مدارج سليمة إنه يقدر ينزل مدارج مفتوحة ما في عوائق تمنعه من النزول أو الإقلاع حلو بعدين يذهب إلى الطائرة يبدي يعمل شك على الطائرة كلها كاملة المساعد له مهمته والكابتن له مهمته بس الكابتن يتأكد إنه كل أجزة سليمة بالطيارة الطائرة لما تكون في موعدها أون تايم هذي ديش فيها الكابتن ولا بعيدة في عوامل تحكم بالأون تايم يعني أنت قعد تتعامل مع الهندسة تتعامل مع الحركة تتعامل مع الهاندلين قعد تتعامل مع الجوازات قعد تتعامل مع الجمارك في أماكن ثانية هم يشتغلون كتيم كمجموعة عمل مع أنهم ما يشوفون بعض لكن كل كل يؤدي واجبة لكن تحصل أحيانا مثلا بالجوازات واحد عنده مشكلة في جوازه فيأخر الطيارة فيضطرون نزلون جنتته أو أن مثل الجوازات قالوا هذا من روح هني بيد القرار بيد الكابتن الطائرة أنا صارت معي مرة الكابتن هو اللي رفض أن يركب الطيارة رفض إذن إجناعتك لازم تنزل أمنيا الإجناعت لازم تنزل فهذه تأخذ وقت فهي عادة أون تايم طبعا كل شركات العالم يمشون أون تايم يعني إحنا نمشي بالخمس دقائق في شركات العالم يشون بالثلاث دقائق فرق التأخير ما التأخير لكن هي وهو تيم ومجموعة عمل كل نشتغل في مكانة وبالنهاية أن الطيارة تطلع أون تايم التأخير أحيانا يحصل إيش منه من يمكن زحمة جوازات خاصة فترة الصيف الآن حتى بالكويت إذا الكاونترات كلها زحمة وأنت رايح بتسافر كلها من دوتي فري يمكن دوتي فري والناس تشري وتدري الناس بتاخذ هدايا معاها يمكن أو يأخذون من نفسهم في شغلات تنبع بالمطار ما تنبع بره صح فيأخذون وقتهم فما يسمعون الأنونسمنت فيتأخرون ذهابهم إلى البوابة نعم فتلقى موظف العركة يصارخ بالمطار يا فلان يا فلان وينادي وينادي صح بس هي قليلة تحصل كانت بالسابق تحصل عندما موجود كاونترات كفاية بالجوازات الآن افتحوا بطار الكويت والآن المطار المسارد قاعد ينبني وإن شاء الله راح يكون يعمل بسنة لهاية تقريبا إن شاء الله فراح تسحل الأمور فالتأخير يعني وحاضر بأي شركة طيران كابتن يعقوب مرة قريت معلومة إن إذا بننقيس نسبة السلامة بين الطائرة والسيارة سؤال عبي إجابة له في ناس يقولك أنا خاف من الطيارة من رحلة إذا بروح من دولة لدولة لأني أنا قاعد أعبر بحار ومحيطات وأراضي وأنا بالسمى ومعلق بين السمى والأرض ورحلة السيارة تكون أنا بالسيارة رايح من منطقة لمنطقة وإن كان بعت من دولة جدام دولتين أبي إجابة أأمن وسيلة نقل بالعالم الآن الطائرة الحافظ الله طبعا الحافظ الله في كل اللواحي إن كانت بحر إن كانت بر إن كانت سيارة إن كانت غطارات يعني أأمن وسيلة نقل إلى الآن هذه أحصائيا موش حنة اللي نقولها إحنا نقولها من اللي نشوفها إيه لأننا سنوات نطير يعني أنا شخصيا صال لي أطير فوق الأربعين سنة أقرأ عن حوادث طيران بس قليلة جدا نادرة إيه وبعدين في القسم المختص في الفلايت سيفتي فاونديشن بأمريكا هذين يطلعون تقرير سنوي على حوادث طيران لا شيء أنت باليوم الواحد باليوم الواحد عندك مئات الآلاف من حوادث السيارات عفوا بالعالم صح لكن ما تسعى حوادث طيران بس ليش إحنا نكبر حوادث الطيران لأن الإعلام لما طيارة طاحت يكبرون الموضوع أن الطيارة طاحت وعدد الركاب وعدد الركاب وشركة الطيران وكذا لكن هي أأمن وسيلة السلامة والنقل الطيرات أأمن من القطارات أأمن من المراكب أأمن من السيارات الحافلات فبري سيف جدا سيف وخاصة بالطائرات الحديثة الآن اللي خوف لركاب الطائرة بما يسمى بالمطبات الهوائية لكن مرات نشوف رحلة الطيران ساعتين وفي رحلات تكون 7 إلى 10 إلى 12 ساعة يمكن هذه فيها مطبتين أو أكو نوصل لمرحلة أنه كان بالخريطة بي أنت أوصل لكويت ثوني بطب لكويت تصير لي 15 مطب هوائي شنو هو المطبات الهوائية؟ شوف المطبات الهوائية تنقسمها لقسمين أو ممكن نقسمها لقسمين قسم كلير اير يعني هو سماء صافية ما في لا غيوم لا أنطار وهذا كلير اير وهذه ما تبين الآن الجزء الحديثة تعطيك انذار ترى يمكن جدامك في مطبات الهوائية بالطائرات الحديثة جدا الآن والنوع الثاني هي بسبب الغيوم في كلتا الحالتين ليش في مطبات؟ هي تغير كثافة الهواء فيزياء عادية بالبدالس كانوا يعلموننا كلما زادت الحرارة الهواء قلت كثافة الهواء إذن ارتفعت كلما قلت حرارة الهواء زادت الكثافة انزلت فأنت تخيل تمشي على مسافة بسرعة 500 ميل بالساعة أو ميل بحري بالساعة تقريباً تسعمية وخمسين كيلو بالساعة وقعد تمر في منطقة الحرارة قعد تتغير فيها ثلاثة أربع درجات خمس درجات ثلاثة أربع درجات خمس فش يصيل؟ كثافة الهواء تزيد وتقل فأنت اللي قعد تسويه كانتك رايح للبط وهذا شي طبيعي؟ جداً جداً طبيعي وجداً سلام أنا دائماً أسميها ودائماً إذا بريح الناس اللي وياي أقولهم يا جماعة ربطوا حزمتكم استمتعوا بالمساجر اللي ببلاش ياكم ها تمين مساجر؟ المطابات الهوائية كابتني عقوب يسميها مساجر مساجر ببلاش ارتاح ونع اربط أزامك وانجوي استمتع احنا نختم القرآن فيها ودائماً القرآن هاللسان طبعاً لا ما تخوف أبداً أبداً ما تخوف المطابات الهوائية ما فيها خطورة نهائية على الطيارات الطيارات مصنوعة من المصانع من إن كانت بوينج ولا كانت إيرباس بكفاءة عالية جداً يعني الجامبو أنا شايف التست مالها في سياتل الجناح يرتفع 27 قدم وينزل 27 قدم يعني قال تكلم على 54 قدم حركة والجناح مثل ما هو في مطابات على الفحص عليها قبل لا يبيعون الطيارة وعنك طيارين على طول في مطابات عندنا هي مسألة بس اربط أحزامك ليش؟ عشان تحافظ على المسك جسمك ما يتحرك فوق هادر مثل يادة البر تمشي ما فيها مثل الأطعوز الصغيرة هذه فالسيارة تهتز هي 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 كذابة ارتفاع هبوط ارتفاع هبوط بس بالجو ارتفاع هبوط الحرارة اللي هي الكثارة عاي الكابتن شنو اللي دايما يتخوف منه الكابتن انه يحوشي في الرحلة كل أمانة خوف ما في خوف هو العواصف احنا عندنا رادارات حديثة الآن اتبهي لك العواصف وين فيه ونحاول نتفادأ العواصف فوق بارتفاعات عنها لأن فيها مطابات قوية ما فيها تأثير سلبي على الطائرة يعني حتى الأمطار وحتى البردي اللي بالغيم موجود يضرب حتى الشحنات الكهربائية كلها تضرب بالجسم وتطلع بأطراف الأجنح بطيور الكبيرة اللي قاعد نسمع إذا دخلت إذا دخلت الماكينة ممكن ممكن تعمل دامج أو خلل بالماكينة نفسها بس أنت أغلب المطارات اللي فيها طيور وايد حواليها عندهم مثل شيء تخريع يفجرون صوت لطيور يطيرون وخرون عن المطارات ودائما لطيور طبعا على مستويات قليلة بالارتفاع ما تلقى ارتفاعات عالية ما تلقاهم دائما بالمستويات قليلة لكن نادرا ما تحصل يمكن حصلت مرة أن طيارة ضربت بطيور ودخلت في مجموعة الطيور اللي هو السيغال في أمريكا وهدس الريفور ونزل كابتن من غير مكاين نزل بالنهر لكن هذا شيء نادر جدا نادر حصوله مكاينة واحدة ممكن أن الجهة واحدة تصير من الطيارة وحنها من ضربنا كذا مرة بس ما في مكاينة بالجسم الطيارة ضرب الجناح ضرب طرف الجناح ضرب طرف المكاينة تحصل بس ما فيها خطورة إذا كانت جهة واحدة سؤال مهم لبعيد الشر أصحاب أمراض النوبات القلبية الحوامل اللي فيهم مرض السكري شنو تنصحهم إذا كان في عندهم رحلة طويلة اللي سكر مفروض يأخذ أدويتها معا خاصة اللي عندها هبوط بالسكر مع أننا إحنا عندنا الأجهزة الموجودة بالطائرة فيه سعافات طاقم الضيافة مدرب بالكامل في أي شركة طيران على الإسعافات الأولية وفيه بالطائرة موجودة أدوية إذا فيه دكتور موجود ممكن تنفتح وفيه أدوية قوية حق اللي فيه عندهم بالقلب هبوط بالسكر وحقن مهدئات في الفيرس ايد لا هذي يستخدمونها طاقم الضيافة ومدربين على الولادة مدربين على السي بي آر مدربين على الحروق الكسور الدايباتيك شوك اللي هو الشوك بسبب السكر بالدم ارتفاع السكر بالدم أو هبوط السكر بالدم فيتعاملوا معاها كأسعافات أولية فالهني طبعا لازم رئيس الطاقم يبلغ قائد الطائرة أو الكابتن ترى كابتن هذا راح يموت يعني خلاص احنا ما وصلنا مرحلة سونا للكهرباء عملنا لأدوية الدكتور موجود لازم ننزل بسرعة وقت ممكن هني القابتن ياخذ قرار ممكن اي مطار بطلق نعم اذا كان في حالة خاطرة جدا الكابتن يتخذ قرار بهبوط في اقرب مطار حتى لو كان عسكري يطلب منهم الاذن ان ينزل يبوني اسعافات اسعافات والاسعاف ياخذ المريض لانقاذ حياته صارت مواقف قد تكون في مشاجرات حالات قليلة جدا سرقة قاعدة نشوفها او نسمعها عن طريق التواصل اللي يصير في مشاجرات طبعا مو خطف طائرة احنا واد متأترين بالافلام لا خلك من خطف الطائرة لكن مرات يصير في مشاجرات هل صحيح لكل رحلة يصير فيها اقلاع وهبوط رجل امن مو كل رحلات اي احنا كطيارين احنا مسؤوليتكم اي بالطائرة في بعض المحطات الحكومات هي اللي تقرر تبتحط رجل امن عليها او لا في بعض الطائرات يحطون رجال امن من غير معرفة تأهد فيكلون من ضمن الركاب فاحنا ما نعرفه في بعض الرحلات لا ما اروفين في محطات معينة السلامة المطارات نفسها او الامان بالمطارات والتشيك عندهم مو مضبوط فيحطون رجال امن هذا احنا نسمي احنا بتعدنا الموضوع الاختطاف انا نتكلم على موضوع احنا شي نسميه انرولي باسنجر انرولي باسنجر الانسان او الراكب المشاكس اي ممكن يكون هو مشاكس ممكن يكون عصبي ممكن خايف من الطيارة اي وردت فعلا ياي متنيرفز اي ممكن تنيرفز من وقت العفش والجوازات وحر وهذا ويايك متنيرفز عطنا مثال حيصار معاك معاي انا ما حصل الحمد لله ما حصل حصلت مع ناس ثانين انه فيه ركاب مثلا ما تقعد عنده هلة قاعد ورا اه انا الا اقعد بالكلسي الفلاني ما اعطيني قاعدين بنتي عند ريال هاي طيارة فهم ما يتقبلون انه يفرقونهم بالكراسي ليش لنهاي متأخر لو اي يمبتشر صح يعطونها اهو مع اهل كراسيا بعض صح فتحصل احيانا الكراسي مأخوذة او مثلا ثمان اشخاص ما في ثمان كراسيا بعض فمضطرني انا قاعدك جداما قاعد اهلك وراك مثلا وفي ناس قاعدين كراسي وطائرات مليانة فهني بعض الناس بالكويت عندنا ما تحصل مشاكل كبيرة نهائيا قليل نادرة ما تحصل برا الكويت تحصل ناس ممكن مدمنين يدخل عليك الطيارة يبدي يصارخ ويبدي يتكلم بطريقة ناشفة جدا مع الطاقم ممكن حتى يمديده هذا احنا نسميه طاقم الضيافة مع الطيارين وبالتعديد طاقم الضيافة مدربين توريسترين اللي هو امساكه وتربيطه بالسابق كانوا رجال امن موجودين اذا طلب منهم القائد طائرة يتصرفون لكن الان احنا شي نسميه اكتف رزستنس يعني معنات بس طبعا لمن يصير في هبوط يصير في مقاضات ومحاكمة طبعا وبالنهاية الكابتن ياخد قرار ينزل بالطريج ويمسكونه للشرطة حتى احيانا نحن نردين الكويت اذا احد مشاكس من الرادار نطلب اطلبونا الداخلية ايون عن باب الطيارة ياخذون فلان قاعد بالكرسل فلان ايون يدشون عليه ياخذونه قبل انزلوا الركاب وهذا يحاسب يحاكم واذا نزلت الطيارة في اي دولة بالطريج بسبب مشاكسه وانا كقائد طائرة حسيت ان فيه تأثير على سلامة طيارتي انزل اطلب الامن والامن ياخذونه وبعدين الان عن طريق الحكومات يبدي تبدي اجراءاتهم القانونية ضده ممكن يحاكم ممكن ينسجن حلو وعلى فترات يعتمد عنده الناس فيها ممتاز كابتن يعقوب نبي اوب ديت سريع لاحدث الطائرات وشنو التكنولوجيا وصلت لها من خلال وسائل ترفيه والرفاهية لدى الراكب والامان فيها الان الطائرات ممثل قبل احنا كانوا ركزون وايد على الاجهزة الملاحية الان تركيز على الاجهزة الملاحية وزيادة على ذلك اجزة ترفيه بالخلف الان مثل الدرجة الاولى صارت كل كرسي بروحه ما في يمك عادي ينزلون شيشة بس في لا ما في شيشة ما في ممنوع تدخين بالطيارة على الدعاية اللي قاعد نشوفها بالواتساب لا ما نقايا لخطوطها سويلها دعاية يبقى درجة اولى يقعد واستراحها لا في بعض الشركات عملت مثل غرف او غرفة صح خلف الطيارة نهاية الطيارة حق المدخنين مشكلة شركات الطيران والتدخين اساساً ممنوع في عالم الطيران لتدخين مو زين بالطيارة مشكلة التدخين مع الوقت والسنوات النكتار هذا اللي يبدي يلزق بالجسم الطيارة من داخل مكان التدخين يشوه شكلها ويشوه شكلها زائد ممكن يسكر الفلاتر عشان شذي بالطيارة تدخين او شي صحياً مو زين ثاني شي كون قبل كان في تدخين سمعنا انه قبل كان يدخنون حادي كان في تدخين حادي لا ويبيعون زقائر بالطيارة ويبيعون زقائر يبيعون زقائر بالطيارة فالدخنوا عادي بس شيشة هذي او المرس بحنا عدد ذكاواتهم يمكن شركة واحدة ممكن اخمل ما بيقول لنا هذي عندهم غرفة بالخلف في حق المدخنين عاد بالدور شونا اثنين اثنين يدخلوا له خاصة بالرحلات اللي بثلانتائي الساعة هذي احنا ما عندنا طيارات ثلاثتائي الساعة الاجتماعي الحديثة صارت الان الانترتينمنت او وسائل الترفيه بالطائرة قبل عندك خمسة محطات تلفزيون مثلاً مكررة تكرر نفسها لا توقفها لا تشوفها الان لا بعض الشركات الطيران عندك اربعة تلاف محطة اربعة تلاف فيلم مسلسل صح من محطات دينية من محطات ترفيه من محطات كوميدي من محطات دراما الان الوقت بالنسبة للراكب صار كل شيء محكوم بالشاشات اللي امامه وبعدين اكبرت الشاشات وكل راكب له شاشة بوحة يتحكم فيه مثل ما يبي نعم الاجتماعي الملاحة صارت الان امان اكثر حلو وصلت الى مرحلة انا في طائرات تتكلمك الكمبيوتر يكلمك اذا اخطأت ممكن يقول يوصل لك اي لا هو يهاتيك كطيار مثلا انت نازل فيه مطار فيه عواصف وصار فيه الهواء اتجاه معاكس هذا جدا خطر من اللي يعمل ديتكشن عليها من اللي يكتشفها بالبداية الجهاز فيقول لك كلمة وانشير وانشير معناها ترى فيه خطورة امامك فمن نسمع الكلمة هذه على طول نطلع ما نكمل بالنسبة حق الكابتن مو حق لك بزين في نهاية هذا الحوار والله شوف اي شي في سفر ما شاء الله وانت ممتع من خلال الاجابات الله يسر كابتن نبي رسالة اخيرة حاب بتقولها في نهاية هذا اللقاء وان كانت نصيح الله يعاو بيك واني افسرته وبالنسبة للركاب يعني مهم يمكن على موضوع الحمل بس شي بسيط ان الحمل ياخذون شهادة من الدكتور على اي شهر وشنو هل عندهم صعوبة بالحملة او لا قبل لا يروحون يسافرون بس هذا ياخذون منها وعالم الطيران عالم ممتع وامان جدا امان وارتاحوا ومثل ما قلت في بداية اي مطبات هوائية اعتبرها مساجب بلاش استمتع بس ربط حزامك لن تطلع منها هي وقتية ما تطول وايد فترة يمكن عشر دقائق خمس دقائق ربع ساعة وروح المطار مبتشر هذا اهم شي اهم شي واذا كان عندك عائلة لازم تروح مبتشر عشان تاخذ الكراسي اللي انت تبيها ولا تسوي مشاكل ولا تأذي احد ولا يأذيك احد من خلال هذه الرحلة كان ويانا الكابتن الطيارة المدرب الاستاذ يحقوب النجار شكرا على حضورك اليوم في برنامج مسائي جملة مشهورة جدا تقال دعا القيادة تمتع بالرحلة تمتع بالرحلة ودعا القيادة لنا ودعا القيادة وانا اقول تمتع بالحلقة وخلوا التقديم علي فاصل صغير ورديني اياكم الله يزال ترجمة نانسي قنقر